السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبات الغليات ومتابعات العزيزات تمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة يا رحمن يا رحيم يا ربي أي واحدة دخلت على هذا الفيديو تعطيها الخير وتحقق لها مرادها وتعطيها أي حاجة تمنتها في خاطرها اللي عازبة يا ربي تبعت لها ابن ناس يتهله فيها ويصونها واللي يعني مع واحد في علاقة يا ربي والله بالتمم عليهم بالخير وتتكلل العلاقة بزواج إن شاء الله اللي تبغي أولاد يا ربي ترزقها بدلية صالحة اللي عندها مشاكل مع شخص ولا مع حبيبه ولا مع زوجها يا ربي تفك عليها كرة بدلية آخرة وتفتح عليها مشاكلها وتفتح عقدها وتنحي عكوساتها يا رحمن يا رحيم سبحان ربك ربي عزيزي حمايا السيفون والسلام عليكم ورحمة الله حبيبي بغي أن دقيكم في القناة الثانية استخارة استخارة بالقرآن الكريم واستخارة بحروف فأي واحدة تريد استخارة تقولها لي باش إن شاء الله نعمل لكم فيديوهات فيهم استخارة فأنا أريد رأيكم حذيبي الناس اللي تبغي تتواصل معي على يعني أمشان أعمال روحانية قوية تتواصل معي في الايميل تتخلي لكم دائما في صندوق الوصف اليوم أحبب في اللاجة يبالكم شرويطة يعني أو خلقة جنسية قوية 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 جدا ستجيبوا لك راقع بنيديك سو هي الشرويطة الشرويطة يعني بعد علاقة يعني العلاقة في فيراش مع حبيبك و مع زوجك يعني عندما أنت عمل علاقة تكتب أو المنديل الذي يمسح به الذي يتمسح به هذه الشرويطة هاد الشرويطة حبابي في اللاهره قوية قوية يعني سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة بالنسبة لها الشرويطة هاد الوصفة معروفة كان عملوها بطوعة مختلفة قوية جدا يعني تجلغ لكراج لك وما يشوف غيرك بطوعة لنسا والفاسل يعني بعد الوصفة حبيبك ونزوجك يعني مش راح يقدر يشوف عده غيرك ومش راح يجامع وحده غيرك حبيل بالنسبة للمكوية راح نحتاج الشرويطة حتى إذا كانت قديمة ماشي مشكلة راح تصلح لنا الشرويطة او الخلقة راح نحتاج لعاسل ها هو الآسل حبيبي يحطها لكم في هذه القرية ها هو ما تشوفوه المهم لقلعي حلفات للتحلات ماشي مشكلة نخلوها نحتاج الشرويطة نحتاج العسل راح نحتاج الحرمل راح تلاقي الحرمل راح نحتاج الزنجابيل او السكنجبير انا مش متوفر عندي الان راح نحتاج الزنجابيل او السكنجبير راح نحتاج الحرمل هذا السودانية او فلفلحار ها هو يعني فلفلحار مجفف سودائي السودانية سواء كانت مطحونة او هكذا لا حرج في ذلك و راح نحتاج هذا المكون اذا توفر عندك الكنز اذا متوفر مش مشكلة لكن هذا راح قوي اللي هو الزعزاع ها هو الشتلون يعني كيف يكون هذا برتقالي الزعزاع هذا الزعزاع قوي 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 في الاعمال البرحانية فاول شيء احبابي في الله راح ناخده الشرويطة او الخرقة يعني اللي بسنا بها عبناء العلاقة الجنسية او العلاقة الفراش مع ذاك الشخص ناخده هكذا و غنحتاج و كذلك احبابي في الله راح نحتاج ورقة بيضاء وقلام ورقة بيضاء وقلام فناخده هات الشرويطة و دائما احبابي في الله نضع عليها العسل القليل من العسل هاكتها بسم الله وهمها للنيل النية النية هاكتها العسل المايمته مكتره شوية بعد ذلك نضع القليل من الحرمل بسم الله هات الشرويطة او الخرقة قوي او العيالة المتزوجات او مثل انت هي غلطة مع شخص ما او اتمنها اعلاقة ونبقاش بغا يتزوج بك هاد الوصفة رواعلا بسعر نضع القليل من الحرمل نضع القليل من الزنجابيل او السكنجبير انا مش متوفر عندي الان راح نحط القليل من الفلفل الحرم المجفف اللي هو هادا او السودانية هكتها هاد المكون راح يشعل فيه النار راح يحس بتهييج قوي 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 اتجاهك هكتها بسم الله ثم راح راح 2 شرويطة يعني راكيدة راح راح قوي بزع تكتوف الحار باش يرجع ليك وهو محتار بسم الله ثم نضع القليل ثم نضع القليل ثم نضع القليل من المكونة والزعزاع الزعزاع اذا توفر عندك ديره اذا ما توفر عندك لا مشكلة بعد ذلك احباب في الله نضعها جانبا نأخذ ورقة ضيضاء صغيرة وقلم في اي لون نكتب فيه بخط صغير انا راح اكتب لكم بخط كبير عشان تبين معكم كيف يعمل نكتبوا خمست خمست عليك خمست عليك خمسة وخمامس وخمامس خمست عليك خمسة وخمامس باش تولي يعني عشان تصير باش تولي يا فلان ولد فلانة هايم هايم فيا باش تولي يا فلان ولد فلانة هايم فيا وتعرف وتعرف هيشتك هيشتك عليا وربطك هيشتك عليا وربطك هيشتك عليا وربطك على قاع النساء على يعني قاع النساء يعني على كل النساء مش راح يقلب يشوف غيبك اللي ضايرين بيك بيك وبيا باش يعني عشان ترجع ملهوط ملهوط بيا اراح اكمل كتابة ونرجع لكم باش ميجيش الفيديو طويل نكتبو حبابي في الله في ورقة بيضاء صغيرة بقلم نكتبو هذ الكلام خمست عليك خمسة وخمامس خمست عليك خمسة وخمامس باش تولي يا فلانة ابن فلانة يعني حبيبك او جوجك واسم امه لو معرفش اسم الام دائما ابنه هو يعني هايم فيا وتالف هيشتك عليا وربطك على قاع النساء اللي ضايرين بيك وبيا باش ترجع ملهوط بيا وتقول لي يا بنت الناس انتي حلالي وما يحلى غيرك ليا يا بنت الناس المحمية من جواد البحور المنسية والغابة المحضية نعاود خمست عليك خمسة وخمامس باش تولي يا فلانة والد فلانة هايش فيا وتالف هيشتك عليا وربطك على قاع النساء اللي ضايرين بيك وبيا باش ترجع ملهوط بيا وتقول لي يا يا بنت الناس انتي حلالي وما يحلى غيرك ليا يا بنت الناس المحمية من جواد البحور المنسية والغابة المحضية بالنسبة لهذا ورقة احبابي في الله تكون صغيرة جدا تكون صغيرة جدا ونحرقوها وذاك الرماد الرماد اللي راح يشت في الورقة نحطوه هنا يعني الورقة مثلا هاي صغيرة راح نحرقها وذاك الرماد راح يتكب هنا على الشرويطة فهمتوا علي هذه الكتابة نحرقها ورماد ذيالها رماد الورقة نحطوه على الشرويطة بعد ذلك احبابي في الله ناخذ هات الشرويطة نلويها هكذا هكذا دائما عندما نريد ونحطوه على الشرويطة غالي لفوال جهتنا هكذا لاننا نحن نريد جلب ونريد تحييي الشخص هكذا لانك من اللي تطوي هكذا يعني كأنك تبعيدين الشخص نحن نريد جلبه نعملو هكذا ونطويو ذلك الشرويطة جيد ونطويوها ونحطوها تحت حاجة تقيلة نحطو هذه الشرويطة تحت شيء تقيل ولا نحطوها وسط شيء قرعه يعني نحطوها وسط يعني قرعه إذا عندنا قرعه من الزجاج نحطوه فيها هات الشرويطة وندفنوها في شيء بلاسان فهمتوا علي راه الوصفة قاوية العيالات المزوجات واللي بصاحبها معا شيء واحد وغرب عليها يعني يقضى غرض وغرب عليها عمليها قاسة من بلاد جيبوليك راكع من يديك واللي ما فهمت شيء حاجة كتبعي في التعليق نرد عليها